لأول مرة ممكن رئيس أمريكي ينتقل إلى إسرائيل في حالة حرب ويحضر مجلس الحرب والأسلحة لأول مرة ممكن بتتحرك في أزمة بين إسرائيل وفلسطين غياب تام لكل المنظمات الدولية باستثناء الراجل حتى بتاع الأمم المتحدة لما قال رأيه يعني حملة رهيبة عليه دلوقتي حملة على أي حد يتكلم في حق الفلسطين إيه كأن يعني ونيتانياه اللي حاول أنه طول الوقت يربط بين حماس ودعش وضربت غير يعني دول الناس تحت احتلال